اشتركوا في القناة وبتساقط حبات البرد وهبات رياح قوية ابتداء من يوم الخميس التاسع عشر من شتنبر وإلى غاية يوم الأحد المقبل على عدة أقاليم مغربية وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية في نشر إنذارية من مستوي قضب ارتقالي بأن عدة أقاليم مغربية استشهدوا أمطار عاصفية مسحوة بتساقط حبات البرد وهبات رياح قوية وذلك على مدى أربعة أيام ابتداء من الخميس وإلى غاية الأحد المقبل حسب ما أعلنته المديرية العامة للأرصاد الجوية وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية أن هذه الأمطار الغزيرة التي ستتجاوز خمسون ميلي متر محليا على مدار أربع وعشرون ساعة ستطال مدن السمارة وأص الزاق تطا من يوم الخميس على الساعة الثالثة عصرا إلى غاية يوم الأحد على الساعة الحادي عشر مساء ترجمة نانسي قنقر